موسيقى 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 أيها الأخ نظاهين هل توافقني بهذا كلام أم لا وشكرا شكرا أبو مهند ربنا إيباركك هو بالحقيقة سؤال مع جواب يعني أنت جوابت على السؤال وهذه طبيعة الإنسان توقعات اليهود كانت توقعات مسيانية مسيحانية أن شخص ينقذ اليهود من الحكم الروماني كما فعلوا المكبيين سنة 164 قبل الميلاد وطهروا الهيكل وطبعا رمموا الهيكل المسيح طهر الهيكل ولكنه تكلم عن هيكل نفسه مش عن حجارة ثم عندما دخل يسوع قالوا أصنى يعني هو شعنى هو شعنى يعني آه خلص الآن وهذه طبعا نبوة من سفر المزامير خلص الآن في يوم الجمعة خلي بالك أبو مهند أنه في الصباح الباكر أخدوا يسوع إلى دار الولاية يعني هذا مش كل الجمهور اللي كان يوم الأحد اللي دخول المسيح عندما قالوا أصنى لأنه خلي بالك أنه كان في كتير من الجليل أجوا مع يسوع وبأريحة طبعا الأعمى اللي شفاه وكملت الجماهير من بيت فاجي وجبل الزيتون لأنه في هذا العيد بيكون حوالي مليون شخص في أورشاليم وخارج كل أورشاليم الناس عايشة وساكنة بخيام حتى تحتفل في هذا العيد فطبعا الناس كلها لما شافت الموكب كلها تفت لكن خلي بالك لما أخدوا يسوع من بيت قيافة اللي هو على جبل صهيون إلى جبل المرية وراه بالزبط يعني اليوم المكان بالزبط لو أنت بتفوت على أورشاليم هو عند بوابة الأصباط وين بركت بيت حزدة بتفوت على إيدك الشمال على المسجد اللي هو قبة الصخرة وعلى اليمين اللي هي بركت بيت حزدة اللي هو باب باب الضأن فكانت هذه المنطقة فإذا لما دخل يسوع أحبائي إلى أورشاليم كان الغرض أنه يطهر الهيكل وهذا التطهير طبعا كان واضح لكن وراء هذا الوين المسجد وبركت بيت حزدة على طول بيعني في الجانب هناك القلعة اسمها قلعة أنطونيا بناها هيرودوس الكبير أربع أبراج كبير ولها ساحة كبيرة وفي هاي الساحة وقف يسوع في مكان عنده قباثة اللي هو البلاط عندما قال هو ذا الإنسان وحكم عليه بلاطوس حكم على الرب يسوع المسيح في هذه المنطقة طبعا كانوا جايبينه طبعا جايينوا معاهن كل الموالين للكهنة وكل اللي معاهم لأنه كل شيء كان سريع أحبائي المحاكمة كانت سريعة في الصباح والمسيح يعني راح للصلب في الفترة الصباحية فإذا بهاي الفترة حكم عليه بلاطوس ولما ابتدى يحمل الصليب ومشي الجماهير أدركت لكن اللي قالوا اسلبه هو جماعة قيافة والجمهور اللي كانوا كله موالي لقيافة ومجمع السنهادريم وطبعا تخويف يعني اللي ما بيسمع يقول هيك ممكن يقدم إلى المحاكمة أو يطرد من المجمع على أي حال الرسالة الروحية أبو مهند مختلفة نعم أوافق معاك منقول خلص يا رب وبعد شوي منقول له أصلبه مش قادرين ندرك فكرة صلب المسيح لأنها بتطلب إعلان والبراهين ويمكن الأسبوع الجاي بتكلم أكتر عن هذا الموضوع بتطلب عمل الروح القلس في القلب والكيان على أي حال حكم بلاطوس على يسوع المسيح وهذه تسمى المحكمة المدنية ترجمة نانسي قنقر